أستاذ عبد الله، الدول الخليجية كما تحدث أمير قطر بأنها يمكن أن تلعب دور تسهم في حل والتخفيف من آثار الأحداث التي تجري في المنطقة الآن الحدث البارز هي الأزمة الفلسطينية ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الخليجية غير طبعا القمام وإصدار البيانات التي حتى الآن حسب المعطيات السياسية لا تجد أذان صاغية في الغرب أصلا صباحك ساذة تعاني ومشاهدي القناة بالتأكيد هذه الأزمة تمثل من أطافة تاريخية غير مسبوقة أولا لإحتمالات امتداداتها والتي تمثل تهديدا تجاوز الإقليم ثانيا الكلفة الإنسانية الغير مقبول القبول بها تحت أي تفسير أو تبرير الموقف الإنساني واضح وهناك شواهد لا تقبل الجدل فيها ثانيا الموقف السياسي نعم الكتلة الغليمية بغيادة المملكة العربية السعودية وجهود دبلوماسية أخرى من قبل دول أعضاء سواء على مجلس تعاون أتكلم تحديدا عن أضوية الإماراتية في مجلس فأنها كلها تصوفي عمليات تفعيل أدوات ثقت نوعية لهذه الكتلة الخليجية هناك قدرة تصادية هناك علاقات مباشرة مع إسرائيل هناك أعمال إسرائيلية بتحقيق اخترافات استراتيجية من خلال أتراف متبادل مع المملكة العربية السعودية فلذلك تفعيل كافة هذه الأدوات اقتصاديا سياسيا إنسانيا أخلاقيا يجب الاستمرار في التصعيد في توظيفاتها نعم طيب سنتقل سؤالي لك يا أستاذ عبدالله الجنيد يعني أنت ذكرت نقطة مهمة بأن بعض الدول الخليجية والإمارات لها مقعد في مجلس الأمن وهناك بعض الدول الخليجية منها البحرين أيضا طبعت مع الجانب الإسرائيلي ولكن البعض يتحدث كونك مطلع بأنه لا تمتلك حتى الآن أوراق القوة التي تمتلكها الدول الخليجية لم تمارس على الجانب الإسرائيلي والدليل الزحف البري الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في الداخل لم يتم التحرك الآن متى ممكن أن يتم التحرك؟ أولا يجب أن نكون حذرين في عملية تعاطي مع الرأي العام الدولي والأقليمي تحديدا هناك ثبات كبرى في هذا الملف يعني عملية الاسهداف المباشرة للمستشفيات الفلسطينية كان إنجازا غير معلن من قبل هذه الدول في هذا الملف وأنا أتكلم عن دول ذات الثقل سواء دول الجوار المباشر لإسرائيل وكذلك الكتلة الخليجية يجب أن ندرك أن هناك أدوات سياسية أو دبلوماسية بكافة الأشكال يجب أن لا نفترض أن كل ما يمارس أو ما يناقش يمكن أن يعلن هناك مثلا الآن وهذا ما لم يرشح ولكن أؤكد لك أن مثلا نتنياهو يستبعد بتاتا أي دور للسلطة الفلسطينية في غزمة ما بعد هذه الأزمة وهذا أمر محفوظ وأتوقع أن يكون هناك موقفا واضحا من الغمة الخليجية في اشتراطات واضحة في عملية الرف البائن في عملية استبعد السلطة الفلسطينية من أي دور ولكن كذلك نأتي إلى سؤال السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية عندما تعزل نفسها إراديا نتيجة أن إسرائيل عزلتها والمجتمع الدولي ما هي ما تقوم به هذه السلطة؟ هي اختياريا تغصي نفسها بشكل مباشر عندما كانت هناك قمة عربية قبل هذه الأزمة كان من متوقع أن تعلن هذه السلطة الفلسطينية عن برنامج فلسطيني وطني أوله الإصلاح المالي والإداري وأعلان مرحلة انتغالية توطئة إلى انتخابات وطنية هذه السلطة فشلت في تمثيل حتى الملف الفلسطيني باختدار وكذلك تمثيل ما هو أهم وهو ما هو الأفق المقبول من قبل الفلسطينيين نحن نلوم ونضغط على إسرائيل ولكذلك في نفس الوقت لنا الحق في حملية مسألة أخواننا الفلسطينيين في السلطة ماذا قدمتم أنتم كواجهة وقائد في هذا الملف على الدول الخليجية ويتم الحديث عن مسألة البترول ولماذا لا يتم استخدام البترول كسلاح ضغط على الولايات المتحدة الداعمة للجانب الإسرائيلي ولكن في هذه النقطة سيرد على كل ما ذكرته السيد عبدالله الجنيد تفضل سيد عبدالله لك حق الرد في هذا الموضوع أنا الآن أتفضل هذا ما يجب أن نسمعه من أخوتنا الفلسطينيين هو تحمل المسؤولية محاسبة السلطة الفلسطينية مطالبتها بأن تكون ممثلا حقيقيا في كل المراحل وليس في المناسبات ليس في الأزمات عندما لا تكون هناك أزمة لا نسمع عن إصلاح إداري لا نسمع عن إصلاح مالي لا نسمع عن المحتسبين وماذا يعني يمثلونه من إضرار بالفلسطينيين الفلسطينيين يخافون من السلطة ومن حماس في الضفة الغربية أكثر من خوفهم من إسرائيل ولم يساءل أحد السلطة الفلسطينية هل هي سلطة تستمد شرعيتها من استحقاق نتيجة إنجاز أو عملية أنها تحققت لأنها رفعت البندقية وحققت تمثيلا والآن دون البندقية هي فشلت في تحقيق الحدود الدنيا لمفهومة الدولة الحديثة أو مشروع دولة طيب أنا أشكرك جزيلا الشكر من المنامة الكاتبة السياسية عبدالله الجنيد ترجمة نانسي قنقر